لما أمخون لما أمخون وقال إن قدشت مران شعب الشيحة كارثوثا يوحنان وفي آخر يوم من العيد وهو عظم أيامه وقف يسوع ورفع صوته قال إن عطش أحد فليقبل إليه ومن آمن بي فليشرب كما ورد في الكتاب ستجري من جوفه أنهار من الماء الحي وأراد بقوله الروح الذي سيناله المؤمنون به فلم يكن هناك بعد من روح لأن يسوع لم يكن قد مجد فقال أناس من الجمع وقد سمعوا ذلك الكلام هذا هو النبي حقا وقال غيرهم هذا هو المسيح ولكن آخرين قالوا أفترى من الجليل ياتي المسيح ألم يقل الكتاب أن المسيح هو من نس داود وإنه ياتي من بيت لحم القرية التي منها خرج داود فوقع بين الجمع خلاف في شأنه وأرد بعضهم أن يمسكوه ولكن لم يفسط إليه أحد يدا ورجع الحرس إلى عظماء الكهنة والفريسيين فقال لهم هؤلاء لماذا لم تأتوا به أجاب الحرس ما تكلم إنسان قط مثل هذا الكلام فأجابهم الفريسيون أخدعتم أنتم أيضا هل آمن به أحد من الرؤساء أو الفريسيين أما هؤلاء الرعاع الذين لا يعرفون الشريعة فهم ما العنون فقال لهم نقاديموس وكان منهم وهو ذاك الذي جاء قبلا إلى يسوع أتحكم شريعتنا على أحد قبل أن يستمع إليه ويعرف ما فعل أجابوه أو أنت أيضا من الجليل ابحث ترى أنه لا يقوم من الجليل نبي والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم أول كلمة من هذا الإنجيل كانت وفي آخر يوم من العيد يمكن واحد يتساءل إيه ما عيد كان هذا اللي يبينوا اجتمعوا الناس يسمونه عيد المظال عيد الكبرات عيد الحصاد عيد قطف الثمار العنب خاصة عيد العصر يأصرون العنب في ذاك الوقت حتى يحضرون موني للشتي هذا العيد كانوا يحتفلون بينه أفراح كثير ويرشون الناس بالماء ولهذا يسوع راح يأخذ في هذا الفصل كله تفسير للماء يقول إن عطيش أحد فليأتي إلي الماء مهم في بلادنا اللي بيه كثير سحاري في شرق الأوسط ليه الحروب راح تكون يقولون مو عن نفط لكنها راح تصير الماء لكن نحن نعرف أنه رمزية الماء هل قد مهمة بحيث كلتنا بعد ما نولد يطمسون بالماء هو العماد وهذا العماد أساسي لحياتنا المسيحية الماء هو البصمة ماء الحياة يسوع يتكلم عن ماء الحياة لكنه هذا الماء ما بس مثل السابقة أو مثل المعمدانيين اللي كانوا يوصلون كل شي ويطهرون كل شي لا هو رمز للروح القدس الروح القدس يجي علينا ويحولنا إلى أولاد الله أش معنا نتحول إلى أولاد الله هذا الإنجيل كثير يبين سوء التفاهم اللي كان بين الكتبة والفريسيين من جهة وبين يسوع من جهة أخرى بالنسبة للكتبة والفريسيين أهم شي هو أنه الإنسان يطيع الله يسمع كلام الله يطبق شريعة الله يكون كلش حرفي حتى لو المخالفة البسيطة كانت تعتبر مخالفة مهمة لكن يسوع يتكلم بالعكس عن شي بداخلنا أنه الإنسان مهما غسلتم الخارج نظفتمه الداخل هو اللي يحتاج إلى غسل وكل الإنجيل يحكي الداخل والخارج أهمية الداخل وثانوية الخارج يقول الكتاب المقدس بأنه جنة عدن فصل الأول من سفر التكوين أنه من جنة عدن كان يطلع أربع أنهار دجلة والفرات وقيشون وشيحون هذه الجنة هي بيماي غزيرة أربع أنهار يعني توزئ شرق وغر وشمال وجنوب يعني كل العالم يسوع أش يقول يقول كل من يسمع كلامي هو يصير جنة عدن تخرج من بطنه أنهار ماء الحياة إذن رح يفسر يسوع المسألة بعكس ما كانوا اليهود يفسرون يقول طوبة للعطاش طوبة للعطشان طوبة للجوعان لكن العطشان مثل السامرية اللي تقوله اليسوع أنت ما عندك تقدله وإنت تطلب مني ماء قل له تعرفين نعمة الله كان أنت طلبتي مني ماء الحياة شوفوا شوية شوية يوحن ياخذنا إلى جو إلى هذه المنطقة المنطقة اللي بداخلنا تنتج تنتج خصوبة تنتج سقي لكل حياتنا أكيد بمسؤولية حياته وأنه يقدر ينطي ويقدر يفيد ويقدر يتوسع هاي معناته تجري من بطنه أنهار يعني الإنسان يقدر ينطي كثير ويسوع فعلا عمل من المسيحيين مصنع للخصوبة اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا البشارة يعني المسيحي واحد إعاد المية بالخصوبة بالضبط مثل ما أكو خصوبة في كل بذرة في كل نبتة حبا يصغير هالقدات يقول يسوع حبة خردل لما نزرع صير شجرة ويجون طيور السماء بيا ليش أكو خصوبة وأكو نمو هالشكل المسيحي لكن كثير من المسيحيين أشوفهم بعدهم يهود يعني استهلاكيين يعني أنا وما علي ما علي ما علي من الآخرين ما علي من الدني ما علي في كل شيء ألاحظ دائما كثير من المسيحيين ياخذ ما ينطي وإذا عطى يريد ياخذ مصلحة حتى لما يجي للكنيسة ما يجي إلا لأن يمكن وجعان يمكن عنده طلب يمكن يريد فتشيه بس أحيانا يجي ويطلع وكأنه ما جاء ما أخذ شيء ما آنه بالحقيقة ما ناخذ ولا شيء ناخذ شيء بسيط برشانة صغير هل يا تورا هذه البرشانة بيها خير تغزر بينا تحولنا إلى خصوبة تنتج بينا هذا النمو اللي نحتاجه تضوي المناطق الداخلية العطشاني في داخلنا هو هذا السؤال من جاء إلي يقول يسوع يأخذ الروح القدس والروح القدس يدخل في أعماق نا يضوينا فإذن هذا اللي رح يخلصنا من الشكليات والسطحيات بعض الناس كأنه استهلكوا المسيحية مالم كأنه خلص البطارية مالتم شحن ما بقالم متعودين فرحانين بحياتهم راضين عن شيء يفكرونه وعن شيء يسوونه قل ما تشوفهم بالكنيسة إذن المسألة مسألة بطارية وكأنه الحياة المسيحية هي شحن بطارية أنا أعرف من أجل الكنيسة أشعر بأنه ما قد أقدر أسوي اللي لازم أسوينه من حياتي فيارب أشحن بطاريتي مرات أخابر على شخص يقول لي ما قدرت أجاوبك لأن بطارية التلفون ما كانت مشحونة فعلا القدس هو أخذ هذه الشحنة أشحن بك أشحن منك طاقتي وقوتي ورجائي ومحبتي وإيماني أشحن بك وهالشكل فعلا رح يبدأ روح القدس يشتغل ورح تتحول حياتنا إلى عيد المظال إلى حصاد إلى ثمار ومن ثمارهم تعرفونهم إحنا في الصوم كنقترب من عيد القيامة قد نقترب من يوم اللي بينه رح نشوف يسوع يطلع من جنبه نهرين وخرج من جنبه دم وماء النهر الأول العماد والنهر الثاني القربان هالشكل اقترابنا من يسوع يروي أطشنا ويشبع جوعنا فما بعد نحتاج إلى العالم ولا بعد نحتاج إلى الآخرين ونقل لقلبنا يا ابني أكبر بعد لا تكن تابع مشاكل زماننا هي تبعية بشرنا تابعين تابعين للأحزاب تابعين للعقليات تابعين للمجتمعات وهذا اللي داي يخلي بلدنا راكع انتم ملح الأرض انتم نور هذا البلد انتم الخميرة اللي تحررون نفسكم وتضوون حواليكم لا تخافون راح يبقى دائما مسيحيين بهذا البلد حتى يخلقون هذه الخصوبة احنا من بدنا كنا بس يدعش واحد كل العالم شعلونه بهذا الحب بهذا الروح القدس فأنا مطمئن علي وعليكم وعلى مستقبلنا دائما الله رحيم